عاث أمو عبد الله عن آخر القطرات في برميل النفط الأبيض من الحصة التي بزعت بداية الشهر التي لا تتعدى خمسين لتران فقط هذه سيدة معيلة لأكثر من سبعة أشخاص وتعيش حالة مادية يرثى لها ولا تستطيع شراء النفط من السوق السوداء إذ يتجاوز فيها سعر البرميل مئتي ألف دينار نفط يعني اللي دين طنيا مدى تكفينا مدى تطلعنا الشهر يعني أخو ما العائلة كلها الشغلة لها صوبة وحدة بالبيت حتى مثلا نقول تكفينا وحتى إن شغلة صوبة وحدة بالبيت هم ما راح تكفي الشهر فيعني ما معقولة بلد ثاني أكبر احتياطي بالعالم بالنفط الشعب ما تميت من البرد يعني هذا الخير ما العراق أريد أعرف وين دا يروح إحنا بالنسبة أننا كعوائل ما لنشتري سوق سوداء أو هذه ما نقدر يا أخي يعني البرميل بـ 300 أو بـ 200 ما نقدر أم عبد الله نموذج لآلاف العائلات المحتاجة إلى النفط الأبيض في ديانا مع الانخفاض الكبير لدرجات الحرارة والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي ورغم وجود ثلاث حصص صيفية ومثلها شتوية فإن المواطن في ديانا لم توزع له سوى 150 لتران منذ عام كامل سوء تخطيط وزارة النفط وخفض حصة ديانا إلى النصف هكذا عزت الإدارة المحلية أسباب شح النفط في المحافظة محملة الحكومة المركزية المسؤولية اتجاه الأزمة التي يواجهها الأهالية في ديالا سوء التخطيط وعدم مراعاة الكثافة السكانية وموقع الجغرافي لمحافظة ديالا وعدم مطالبات ممثلين محافظة ديالا هناك تقصير واضح بموضوع تجهيز النفط ويبقى المواطن يواجه البرد القاسي في غياب التيار الكهربائي أو مشتقات نفطية تساعده على التغلب على الظروف المناخية في محافظة تعاني من الإهمال الحكومي في مختلف المجالات من محافظة ديالا عمر العبيدي قناة الفلوجة قناة الفلوجة